اشتركوا في القناة في ذكرى المصلحة الوطنية أو في ذكرى المصلحة الوطنية في حصة حوار الأحاد الماضي حيث استغرب شليم قادة القناة ومالكها بسبب حصة سياسية عادية مؤكدا في نفس الوقت أنه لو كان حاضرا قبل بث اللقاء للتمس من مدن مزرق سحب كلامه كي لا يتم تفسيره سياسيا تهديدا لرئيس الجمهورية أكد المدير والعام للأمن الوطني اللواء عبدالغني هامل بالأغواط أنه لا توجد هناك أي قضية ضد رجل للأعمال سعد الربراب وقال في تصريح للصحافة على همش افتتاحه لتظاهرة الأيام الإعلامية حول النشاطات الأمن الوطنية التي تحتضنها الأغواط أن الربراب الحق كأي مواطن جزائري في التحرك بحرية تامة عكس ما روجت له بعض وسائل العلام في الأيام القليلة الماضية أعلنت وزارة وشون الخارجية في بيان لها أمس عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الحجاج الجزائريين إطرى حادث التدافع الذي وقع بمشعر منا ليرتفع بذلك عدد وفاة الرعاية الجزائريين في هذا الحادث إلى خمسة وعشرين شخصا كما أشرت الوزارة إلى أن ثمانية عشر حاجا لازالون يخضعون للعلاج بالمستشفى شرعت أمس إدارة ملعب خمسة جويليا لولمبي في عملية باع تذاكر مباراة الفريق الوطني الودية التي سيجريها مساء هذا الجمعة ضد منتخب غيني ابتداء من الساعة السادسة إدارة الملعب وضعت تحت تصرف الأنصار خمسين الف تذكرة سيتم بيعها عبر العديد من نقاط البيع بالعاصمة حيث اختارتها الإدارة بالشكل الذي تكون فيه قريبة من الجمهور وتعفيه من التنقل لملعب خمسة جويليا دوليا تصعدت العمليات الفداية التي نفذها فلسطينيون ضد صهينا في القدس والضفة حيث استشهد شاب فلسطيني وصيبت شابة أخرى في حين دعت شرطة الاحتلال المستوطنين إلى حمل أسلحتهم الشخصية معهم وأكدت مصادر أن شابا فلسطينيا استشهد بنار شرطة الاحتلال في كيريات غات غرب بير السبع وقالت شرطة إنه حاول اختطاف سلاح جندي وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة وصيبت فتاة فلسطينية بجروح بالغة إذ أطلق مستوطن الرصاص عليها بعدما حاولت طعنها أعلنت المعارضة السورية المسلحة تدمير 18 دبابة وعربة مدرعة لقوة النظام مستخدمة صواريخ أمريكية مضادة للدبابات من نوع تاو في ريف حما الشمالية قالت المعارضة إنها تمكنت بذلك من صد هجوم لقوة النظام وحلفائها التي استغلت القصف الجوي والصاروخي للروسي واستخدمته غطاء للهجوم خلال المعارضة قتلت المعارضة المسلحة العشرات من جنود النظام وحلفائه الذين حاولوا التقدم من ثلاثة محاور على عدة قرى في ريف حما الشمالية أكد رئيس اليمني عبدالرب منصور هادي استعداد الحكومة اليمنية تام للانخراط في حل سلميا إذا أعلن من وصفه بالطرف الانقلاب في إشارة للحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الالتزام بقرار مجلس الأمن يتي تصريح هادي عقب رسالة وجهها المتحدث باسم جماعة الحوثي للأمين العام للأمم المتحدة يؤكد فيها التزام جماعته بورقة النقاط السابع بما في ذلك نقطة التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن نهاية المجاز في أمان الله